بسم الله الرحمن الرحيم تمارين عامة على التباين لو انت من طلاب تاني عدد المتفوقين خد بالك فيه قوانين تعرفها وفيه قوانين ما تعرفهاش ياريت كل خطوة تفهم ما تنسهاش ووعك خطوة منهم تعد عليك وما تفهمهاش كده ان شاء الله تجي بالدرجة النهائية وربنا منك ما يحرمناش بس لو سمحت اعمل اعجاب للفيديو علشان تعب ما يروحش بلاش ويا السلام لو تعمل اعجاب على طوله ما تستناش يلا نعرف القوانين اللي انت لازم ما تسيبهاش رقم واحد في الشكل المقابل قلب به جيم مسلس من تسول اضلاع جميع اطوال اضلاع المسلس متسوي في الطول هيه نقطة داخله هيه نقطة موجودة داخل المسلس كيهز زاوت هيه جيم به اكبر من كيهز زاوت هيه بيه جيم هيه جيم به الزاوية دي اكبر من هيه بيه جيم الزاوية دي أولا برهن أن كياس زاوية ألف بي هي أكبر من كياس زاوية ألف جيم هي عايز يثبت أن كياس زاوية ألف بي هي الزوية دي أكبر من كياس زاوية ألف جيم هي الزوية دي ثانيا كياس زاوية ألف أكبر من كياس زاوية ألف بي هي أكبر من كياس زاوية ألف جيم هي الزوية دي خلي بالك إن طرف Aíمن تأثيرات الطرف أيمن 서도 أكبر جزء من الطرف الآيمن Gel press Bobaka كانت أكبر قادرت فقط أكبر البدء من حول الحزن سأخذ بس كياس زاوية جيم وتساو كياس زاوية به سنقسم جيم لزاويتين ونقسم به لزاويتين سنجد جزء من الطرف العيمن أكبر من جزء من الطرف العيسى يبقى باقي جزء الطرف العيمن أصغر من باقي جزء الطرف العيسى تعالوا كده نعرف ازاي البرهان خلي بالكم من البرهان علشان تاخدوا الدرجة كاملة بما أن المثلث ألي به جيم متساوي الأضلاع سأخذ بس كياس زاوية جيم وتساوي كياس زاوية به سنقسم زاوية جيم لزاوية تاني سنقسم زاوية لفوق وزاوية لتحت اذا كياس زاوية جيم هتبقى ايه كياس زاوية عالف جيم هي زاوية كياس زاوية هي جيم به اللي تحت كياس زاوية 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 اللي تحت تبهوم دينا في المعطيات كياس زود هيه جين به اكبر من كياس زود هيه به جين بمعن كياس زود هيه جين به اكبر من كياس زود هيه به جين نستنتجيه الطرف الاول من المعدلة في اه جزء اكبر من الجزء اللي في الطرف الايصر من المعدلى الجوز اكبر من الجوز اهино يبقى باقي الجزء اه طرف الاول اصغر من باقي الجزء الطرف الايصر يعني ايه قياس زود هيه اصغر من كياس زود haric به اذا قياس زود قالب جمه الباقي من الطرف العيمن gunها من المعدلة هنا كانت اكبر بقيفة عصغر من الباقي من الطرف العيسر يعني ايه برضو طرف أيمن اصغل من طرف creeسر يعني الطرف الايسر اكبر من الطرف العيسر يعني كياس زوfood.ique. اكبر من كياس زاوية الف جيمه. اذا كياس زاوية الف به اكبر من كياس زاوية الف جيمه. وده المطلوب اللي عايزه اولا. نكتب قصتها اولا. طب ايه بعدك ايه? زاوية به دي اكبر من زاوية الف به. لان كياس زاوية به. trong think we heard more. كياس زاوية في دي اكبر من كياس زاوية الف جيمه. كياس زاوية به اكبر من الف جيمه. اذا كياس زاوية به. اكبر من كياس زاوية الف به اكبر من كياس زاوية الف جيم هي طيب انا نحن لسه قليلين مسؤالة من تساوي الاضلاع يعني زاوية كل هم تساوي في الكياس يعني كياس زاوية الف هتساوي كياس زاوية به نشيل كياس زاوية الف يبقى اذا كياس زاوية الف شلنا بها وحطنا الف اكبر من كياس زاوية الف به اكبر من كياس زاوية الف جيم هي وهو ده المطلوب اللي هو عايز كياس زاوية الف اكبر من كياس زاوية الف بي هي اكبر من كياس زاوية الف جيم هي اللي احنا زبتناه في الاخر نكتب قصاتها الثانية رقم اثنين فيها الشكل المقابل ده الميه بتساوي ده الجيم ده الميه قدي ده الجيم كياس زاوية الف بي هي اكبر من كياس زاوية الف جيم بي الف بي هي الزاوية ده اكبر من الف جيم بي هي الزاوية ده برهن انه كياس زاوية الف بي هي ده اكبر من كياس زاوية الف جيم ده اجب واعيز يسبب ان كي på الف by جいいم ، اكبر من الا فوق في اليمين . اذعة مسلسة من السعوى السكين ، يكون ازاي сознان القادة من السعوى التي يستقبت باوتهم جي sant والزاوية جين ، اس Vallahi ڈبي Love من العليمイ � temple اكبر من الف جي好不好 سنقسم بزاوية اليمين على اليمين والشمال سنجد زاوية في الطرف العيمن من الطائر الزاوية من المتباينة يبقى يطيروا مع بعض. تعالوا كده نعرف ازاي. خلي بالكم من البرهان. هنلاقي هنا ايه متباينة. والطرف الايمن عبارة عن جزين. والطرف الايسر عبارة عن جزين. بس الجزء من الطرف الايمن بيسوي جزء من الطرف الايسر. هيروحوا مع بعض. والمتباينة تبقى ازاي ما هي. اول حاجة بما ان مدينا ده البيه بتساوي ده الجين. يبقى المثلث من تساوي الساقين. يعني زويتها الكعدة من تساوي تاني. الزوية دي بتساوي الزوية دين. ازا. قياس زوية. دي اللي هي ايه ده البيه جين. بتساوي قياس زوية. دي اللي هي ايه ده الجين به. خلي دي رقم واحد دلوقت. طب مدينا حاجة تاني. قياس زوية الف بيه جيم اللي عليمين كله اكبر من قياس زوية الف جيم به لعشمال كله. نكتبها بما انه بما انه قياس زوية الف بيه جيم اكبر من قياس زوية الف جيم به. هنقسم الزوية اللي على اليمين لزويتين اللي فوقه اللي تحت. والزوية العشمال للزويتين اللي فوقه اللي تحت. يبقى اذا. نقسم اليمين الزوية اللي تحت. هنلاقي المتبينة. طرف الاول عبارة عن جزئين والطرف التاني عبارة عن جزئين. بس جزء من الطرف الايمن قالب به جيم. الجزء من الطرف الايمن اللي هي دالجين به. بتسوي الجزء من الطرف الايصر اللي هي ايه? دالجين به. دي بتسوي يبقى يروحوا مع بعض. الباقي هيتم زي ما هو كياس زوية الف بيه دال. اكبر من زي ما كياس زوية الف جيم دال. اذا. الباقي من الطرف الايمن كياس زوية الف بيه دال. اكبر من الباقي من الطرف الايصر كياس زوية الف جيم دال. وهو ده المطلوب اللي عايزه. اعطاك دي اسهل بكتير من اللي جاب له. رقم ثلاثة. الف بيه جيم مسلس فيها. الف بيه بتسوي 6 سنتمتر. والف جيم بتسوي 7 سنتمتر. وبيه جيم بتسوي 8 سنتمتر. رتب كياسات زوية ترتيبا تصعوديا. نعمل الاحسن نرسل مسلس تخيولي بس تكون اطوال الاطلاع متنازمة. الف بيه اصغر من الف جيم اصغر من بيه جيم بالترتيب. بعد كده نرتب اطوال الاطلاع تصعوديا. يعني الصغير اصغر من الاكبر اصغر من الاكبر. بعد كده نرتب كل دلع الزوية المجابلة ليه بالترتيب. تعالوا كده نعرف ازاي. يبقى رسمنا رسم تخيولي بس يكون متناسب. الف بيه عليه ستة. الف جيم عليه سبعة. بيه جيم عليه تماني. الشكل يكون متناسب. خلي بالكم من البرهان. البرهان. اول حاجة نرتب الاطلاع تصعوديا. بمان. ايه اصغر من الضلع في دولة الف بيه. تعمل اصغر من. ايه الاكبر من على طول الف جيم. تعمل بعدها اصغر من. ايه اكبر حاجة بيه جيم. يبقى رتبنا الاطلاع تصعوديا. جمي عرب جيم Lead Nick V مع呈ه الجيم. الزوية المقابلة لكله. يديد بالترتيب عرب بيهم. زاوية جيم نكتب زاوية جيم. guم راتب غير اصغر من. الف جيم اكمل ما يقدم الزوية المقابلة ليه زاوية جيم. عرب بيه جيم مشابة لديه زاوية جيم بقى زاوية عرب. يبقى ألف به المقابل ليه زود جيم كياس زود جيم ألف جيم المقابل ليه كياس زود به كياس زود به به جيم المقابل ليه كياس زود ألف خلي بالكم نفسها أصغر مني يبقى راتبنا الزوايا تصعودية بس في الآخر نكتب إذن ترتيب كياس زوايا المثلث تصعوديا بالترتيب أول زويا كياس زود جيم أصغر زود فصل إيه الزويا اللي بعدها كياس زود به اللي هي أكبر من جيم على طول فصل إيه أكبر زاوية كياس زود ألف اللي هي أكبر من زاوية به كده راتبنا الزوايا تصعوديا وهو ده المطلوب اللي عايز رقم أربع فيها الشكل المقابل ألف به أكبر من ألف جيم ألف به أكبر من ألف جيم ده البي بالساود ده الجيم ده البي بالساود ده الجيم يعني ده المنتصب به جيم برهن أن كياس زود بها ألف ده أصغر من كياس زود جيم ألف ده عايز يثبت أن يزود بها ألف ده اللي فوق على اليمين أصغر من زود جيم ألف ده اللي فوق على الشمال خلي بالكم ده صعبة شوية هنعمل عمل هنرسم من ده المستقيم يوازي ألف جيم كلين عارفين الشعاع اللي بنصف ضلع في المثلث ويوازي الضلع الثاني بينصف التالي وبرضو عارفين اللي بنصف ضلعين في المثلث بوازي الثالث ويوازي الثالث ويوازي نصف طيب هنستغل إن فيه ضلع أكبر وضلع أصغر في المثلث يبقى الضلع الأكبر بيقاب له زوية أكبر وضلع الأصغر بيقاب له زوية أصغر تعالوا كده نعرف ازاي العمل هنعمل ايه هنرسم من ده المستقيم يوازي جيم ده المقابل ليه الخط ده الكطعة دي بتوازي ألف جيم هنفرض النقطة دي والتكن النقطة هي يبقى العمل اللي احنا عميناه نرسم ده لهيه توازي ألف جيم نرسم ده لهيه كطعة مستقيمة بتوازي ألف جيم كطعة مستقيمة البرهان خلي بالكم من البرهان لان المثال دي صعب اول حاجة ده المنتصف بهجيم وده لهيه بيوازي ألف جيم نكتبها بما أنه بما أنه ده المنتصف بهجيم كطعة مستقيمة فاصلة ده لهيه كطعة مستقيمة بتوازي ألف جيم العمل اللي احنا عميناه ونعرفين الشعاع اللي بنصف دلع في المثالث وهوزي الدلع التاني بيوازي الدلع التالي يعني إذا هي منتصف ألف به نكتب إذا هي منتصف ألف به كطعة مستقيمة إذا هنكتبها بطريقة تاني هي منتصف ألف به يعني إيه؟ ألف هي نصف ألف به نكتب ألف هي بالساوي نصف ألف به يبقى هي منتصف ألف به كطعة مستقيمة هي نفسية ألف هي نصف ألف به طي هو مدنا في المعطيات دل منتصف به جيم بما أن دل منتصف به جيم كطعة مستقيمة نفس الحكاية يبقى دل هيه بيوازي ألف جيم ويساوي نصف هناخد بس بيساوي نصف إذن دل هيه بتساوي نصف ألف جيم تاني دل بتنصف دلع وهي بتنصف الثاني يبقى دل هيه بيوازي الثالث ويساوي نصف أنا أخدت بس بيساوي نصف طب مدنا في المعطيات ألف به أكبر من ألف جيم نكتبها بما أن ألف به أكبر من ألف جيم يبقى نصف ألف به بردو أكبر من نصف ألف جيم طب نصف ألف به اللي هو ألف هي ونصف ألف جيم اللي هو ألف هي يبقى إذن نصف ألف به اللي هو ألف هي أكبر من زمهي نصف ألف جيم اللي هو ألف هي دل هي نكتب إزا في المسلس ألف داله ألفه الأقبر ودالهه الأصغر يبقى الزوية المقابلة للألف بئة أكبر من الزوية المقابلة للداله إيه الزوية المقابلة للألفه اللي هي ألف داله نكتب قياس زوية أكبر من الزوية المقابلة للدلعة هي الزوية المقابلة للدلعة هي الزوية في هذا الألف نعمل على الزوية لده كوسين إن هي أكبر والزوية ده كوس واحد وهي أصغر يبقى ده أكبر وده الأصغر لأن ده بتقابل الضلعة الأكبر وده بتقابل الضلعة الأصغر طيب هنستغل التوازي ده هي بوازي ألف جيم نكتبها بمأن بمأن ده هي كتعة مستقيمة بوازي ألف جيم كتعة مستقيمة الزاوية القاطع سنجد زاويتين على شكل حرف Z الزاوية دي والزاوية دي يبقى يساوي بعض بالتبادل يبقى الزاوية دي وهي ألف ده يبقى الزاوية دي وهي جيم ألف ده يبقى إذا قياس زاوي دي الهي جيم ألف ده تساوي كياس زاوي دل هي ايه الف دال هي خلي بالكم ان نستنتش حاجة دلوقت الف دال هي اكبر من دال الف هي والف دال هي بتساوي جيم الف دال يبقى عالقة جيم الف دال بزاوي دال الف هي اكبر طبعا لان جيم الف دال بازل تساوي الف دال وهي والف دال هي اكبر من دال Use دال عالف جيم يبقى جيم الف دال اكبر من ولان جيم الف دال بين الدال الز esquer ziękdrive اكبر منل اللولولولولولولولولقولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولول الزوية دي هي ايه زي ما هي جيم الف ده يبقى ايزا قياس زاوية به الف ده اصغر من قياس زاوية جيم الف ده تان الزوية ديت اكبر من الزوية دي يبقى الزوية دي اصغر من الزوية دي تبقى الزوية ديت هكتبها به الف ده وزاوية ديت هكتبها زي ما هي جيم الف ده وده المطلوب اللي هو عايزه رقم خمسة فيها الشكل المقابل سين عين اكبر من سين صال طول سين عين اكبر من طول سين صال سين لم كتعة مستقيم عمودية على عين صاد كتعة مستقيم سين لم عمودية على عين صاد واضح من راس برهن ان كياس زاوت لام سين عين اكبر من كياس زاوت لام سين صاد عايز يزبط ان كياس زاوت لام سين عين الزاوية دي اكبر من كياس زاوت لام سين صاد الزاوية دي خلي بالكم هنستغل للمعطيات سين عين اكبر من سين صاد يبقى الزاوية المقابلة لسين عين اكبر من الزاوية المقابلة لسين صاد في المسالس الكبير سين صاد عين طيب كياس زاوت صاد هنعود عنها بايه بتسعين درجة ناقص كياس الزوادية اللي هي لام سين صار وكياس زوت عين نعود عنها باين تسعين درجة ناقص كياس الزوادية اللي هي لام سين عين هنختصر بس خلي بالكم لو قسمنا على سلب واحد لطرفي متبينة هنغير المتبينة لو اكبر من تبقى اصغر من ولو اصغر من تبقى اكبر من تعالوا كده نعرف ازاي البرهان خلي بالكم من البرهان علشان تاخدوا الدرجة كاملة اول حاجة في المسلس سين صار عين بما ان في المسلس سين صار عين مدينة سين عين اكبر من سين صار سين عين اكبر من سين صار يبقى الزواد مقابلة سين عين اللي هي الزوادية اكبر من زواد مقابلة سين صار اللي هي الزوادية ايه زاوية المقابلة لسين صاد في المشالس الكبير الزاوية دي اللي هي كياس زاوية عين خلي بالكم في المشالس سين صاد لام كياس زاوية صاد هتساوي 90 درجة ناقص الزاوية دي هي لام سين صاد يبقى نكتب في المشالس سين صاد لام كياس زاوية صاد هتساوي ايه الزاوية دي هي 90 درجة ناقص الزاوية دي هي لام سين صاد كياس زاوية لام سين صاد فصل نفس الحكاية في المشالس سين عين لا في المشالس سين عين لا الزاوية دي هي كياس زاوية عين هتساوي ايه الزاوية دي 90 درجة ناقص الزاوية دي هي ايه لام سين عين كياس زاوية لام سين عين اذا نبدأ نعوض في المتباين اللي احنا كتبناه نشيل كياس زاوية صاد ونكتب اللي بيساويه ونشيل كياس زاوية عين ونكتب اللي بيساويها بالترتيب كياس زاوية صاد في الطرف العين نشيل ونكتب ايه 90 درجة ناقص كياس زاوية لام سين صاد اللي بيساويها نفس المتباينة اكبر من زي ما هي نشيل كياس زاوية عين ونكتب اللي بيساويها اللي هو ايه 90 درجة ناقص كياس زاوية لام سين عين خلي بالكم هنا الترف الائمن متباينة علاجه 9 درجة والاضمن متباينها علاجه التشاصة Nós دم同 cruise يبقى تسعين وتسعين يروح لانهم بنفس الاشارة ي lidباقي غين الطرف الائمن سardi كياس زاوية لام سين صاد ويهيه الطرف الاوي صاد سardi كياس زاوية لام سين عين سنجد مضروبه في سالب واحد و هنا في سالب واحد لو جسمنا الطرفين على السالب واحد يجب ان نغير المتبين لكن هنا اكبر منه و يبقى ايزا سنقسم هذا على السالب واحد يتبقى كياس زاوت لام سينسا نغير المتبين عشان يسمنا على سالب اكبر منه و يتبقى كياس زاوت لام سينعين او بطريقة سهلة نغير الاشارات و نغير المتبين الاشارات سالب خلناها موجب هنا و هنا بس غيرنا المتبين الطرف الايمن اصغر من الطرف الايصر الطرف الاشار كعثر اكبر من الطرف الايمن القياد زاوت لامسينعين الطرف الايصر كيف اقبر الطرف الايمن يبقى اكون اصغر اكبر من الطرف الايمن نفس الكلام بصغيرنا أكبر من بعض الظغر منه وده المطلوب اللي هو عيد